بنتكلم في الفقرة دينا عن كرة اليد المصرية منتخب كرة اليد المصرية لصراحة يعني آه هو خسر وآه هو يعني مش من الأربعة الكبار وآه هو مش بطل كاس العالم بس سيل احنا بنتكلم على منتخب محترم عن اتحاد محترم عن ناس ليهم فكر ناس ليهم تخطيط هنا معنا في الستيو كابتن موحي صلاح نجم طبعا نادل أهلي نجم منتخب مصر الأصبر في كرة اليد والمدرب الحالي لحراس مرمى منتخبات الشباب والنقشئين في كرة اليد طبعا دينا كلام كتير عن هذا الخصوص كابتن موحي انت مشرفنا مننورنا الله خليك شكرا ومشروطا أنا معيك الله خليك شكرا ومشروطا أنا معيك ومارنطلع مع بعض وده ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة على سادة مشاهدي يا رب انا بحب كرة اليد او انتو الجيل بتاعكم حببنا كلنا في كرة اليد جيل الله يرحمه كابتن جمال شمس هنتكلم في الموضوع بتاع يعني ايه التجربة بتاعة كرة اليد في مصر ليه هي من ساعة ما بدأت ومكملة وبتحقق نجاحات كبيرة جدا ازاي هي متميزة ومختلفة طيب بس قبل منتكلم عن ده عايزين نشوف انت شفت المطش زي النهاردة مصر ويه السويد ومنقبله مصر ويه الدنمارك والله بالنسبة للمطش مصر و السويد انت بتلعب السويد في بلدها احنا كنا بنلعب في مدينة مدينة قريبة من الدنمارك لما خسرنا لازم نسافر استوكولم فه satisfactory امبارح بالطيارة وها عاصمة سويد لما خسرنا من الدنمارك لو كنا كسبنا حنفضل في المكان احنا فيه والدنمارك اللي كانت ستسافر السويد اللي كانت ستسافر الدنمارك ستسافر للسويد الحسران بيروح ليلعب في استوكولم والكسبان بيلعب في المكان اللي كان فيه اللي أحنا بإلعاب فيه ولمدينة Чтоs vendar وليس قنا عرض مدينة للدنمارك عشان كانت لقيه في مطش الدنمارك كانت جمهور كتير لما روحنا للسويد، السويد اللي عمت قابلينا بيوم وريحت اليوم بتاع الماضش بتاعنا مع الدنمارك وبعد كده مبارح كان كل الفرق مريحة فالسويد قصلا مريحة يومين وبعد كده احنا سفرنا روحنا استوكولم الجماهير 22 ألف متفرج الجماهير الجانية المصرية كان هما يدوبك 50 يعني فأنت بتلعب في بلدهم يعني خلينا نقول بس الأول السويد منتخب محترم لها تاريخ في كورتلياد خد 12 مديليا أربعة دهب في بطولات العالم أربعة فضة أربعة برونز لها مدرسة خاصة في كورتلياد أنا باحترم المدرسة السويدية في كورتلياد وفي إحراسة المرمة كان لها مدرب يوهانسن ده شيخ المدربين في السويد قعد من سنة 88 لغاية 2004 كان مدخل علم النفس الرياضي في التدريب في السويد وهو أخذ نظرية اللي هو علم النفس الرياضي أه أه يعني هو مش فقط مدير فني لا هو كمان بيلعب على الجزء النفسي للعيب لأنه مطلع أجيال وحتى كان مسك ساعتها الشباب والناشئين وراجل معروف يعني ودائما كنا بنلاقيه في كل بطولات العالم متواجد مع كل منتخبات السويد فهو كان ليه مدرسة خاصة كده فهو دخل علم النفس الرياضي في التدريب وفي نفس الوقت مدخل اللي هي اللي تلاقيه في التايموت في فرقة السويد الكابتن في فرقة أو كادي فريق هو اللي بيتكلم في التايموت الجهاز بتاعهم جهاز محترم جدا فيه مثلا فيه ثلاثة أربعة فنيين أقوية قاعدين على البنش ومعهم دكتور بتلاقي مثلا لما المدرب النرويجي خلوا فاكروا مدرب نرويجي لما مثلا مصر كانت ماشية كويس في الأول يعني راح راح للمساعد بتاعه والسويدي وعادي يتكلم معاه وبتاعه وزبطوا للدفاع كان هنضم مشكلة في الدفاع كان ممدوح عشان بيستلم كويس في أول يمكن ربع ساعة هم طلبوا تايموت في الديئة واحد وعشرين يعني السويد في الشوت الأولاني طلبوا تايموت في الديئة واحد وعشرين كان أول تقدم لهم كانت عشرة تسعة في ديئة خمسة وعشرين هو يعني هو كان موفقين جدا كسواء الجهاز الفني أو المدرب توقيت التايموت توقيت التايموت كان بيعمل لهم مقلة انت كلمت عن الأداء الفني لطاقم الفني على الخط مصر بقى انت شايف عاملة ازاي مستر بروندو مدير الفني امتخب مصري شايفه أداءه عمل ازاي أدار المصر ازاي بروندو المشكلة اللي هو هو مالوش اي مفعالات مالوش اي تجاوب مالوش اي اي حاجة مع اللعيبة اللعيب جاب جون مجابش جون مفيش تشجيع مفيش انفعلات مفيش اي حاجة يعني سايلاند يعني تحس اللي هو حتى تعبيراته الكرة جات جون مجاتش جون خسرين زي مش خسرين واحدة يعني مفيش اي حاجة ولقيت فعلا الناس كلها اصلا مش عاجبها الموضوع دا يعني تحسن هو طب بغض النظر عن انفعلاته هل هو كان منفعل ولا لا بس هو عال يعني طيب فنيا هو اخباره ايه فنيا خلينا نقول فنيا خلينا نقول فنيا اول حاجة هو السويد اول ما طلبت طايموت في الديئة و 21 الشوت الاولاني اتقدمت علينا وبعد كده احنا لما جينا طلبنا طايموت في الديئة 28 الشوت الاولاني كان فرق 3 للسويد انت كنت كذبان طب هي تقدمت عليك جون يعني انت كنت كذبان تقدمت عليك جون حاكات الجونين طب انت ليه مأخر الطايموت ده الشوت الأولية. تعاله الشوت الثاني بقى. عمل كارثة من الكوارث. أول حاجة حسن قداح. حسن قداح ده العيب موليد ألفين. ده من ضمن اللعيبة اللي خد الثالث عالم مع كابتن طارق في المستوى الشواب وخد أول عالم مع كابتن مجدي في النشقيه. نزل في الديئة يا كابي. نزل في الديئة 42. يعني بعد 12 ديئة ونص يعني تقريبا بعد 13 ديئة نزله الشوت التاني. طب ماشي. انت معاده 13 ديئة الشوت التاني. ومعاده 30 ديئة. يعني معاده تقريبا 43 ديئة. وهو الماتش أصلا 60 ديئة. نزل. نزل. جاب في الوقت اللي هو نزل فيه جاب خمس أهداف من سبع تصويبات. ماشي. محسن رمضان جاب 3 أهداف. وأحمد عادل جاب 4 هداف وعلي زين جاب هدف. طيب ماشي. كان فين بقى هو كل ده. طب ماشي. علي زين جاب هدف. طب الدرع ما جابش الشوت التاني ولا هدف. انت تسابه في المرعب. ما كنت تطلعه. نزل علي زين. نزل دودو. زائد. لعب يعني هو على طول بنعب ستة سفر. الناس ايه قعدت طالبه وهو يلعب خمسة واحد. مش لعب خمسة واحد بقى. لعب ثلاثة اثنين واحد متقدمة قوي. أول مرة يلعبها. وفي ماتش زي ده. فيعني برضو. الطايم اوت بقى بتاع السويد. السويد الشوت الاولاني خلصان 14 تسعة. فرق كام. فرق خمسة. السكور نزل فرق ثلاثة واحد وعشرين تمنتاشر. السويد طلبت في الدقيقة خمسين. طايم اوت. بعد ما السويد السكور نزل. عاليد. وصل خمسة. هو بقى طلب بوقت المستقطع امتى بقى. في الدقيقة اربعة وخمسين. كان فرق كام. كان فرق اربعة وعشرين تسعتاشر. يعني وصل خمسة برضو. يعني هو على طول متأخر في التايم اوت. كانت محيا تريبا انت متحامل شوية على البرو. لأ انا بقولك ده تحليل فني لماتش. اه. انا ما. طب انا اقول لك. طب انا اكيد طبعا اكيد. انا بقولك اللي حصل في الماتش. هو متأخر في التايم اوت. ايه. متأخر في نزول اداح. وانت لعيب نزلك. في تقريبا بعب نص شوت. جاب لك الواحد وخمس اهداف. ووضح ان السويد مش عامل حسابه. يعني هو فاجئهم. يعني هو لما نزل في الديقة مثلا 43. بعد سبع دقايق من نزول اداح هو ما طالبوا تايم اوت. كمام. لان الاسكور قل. فاهم. طيب. اداء منتخب مصري في طول البطولة. طول الماتشوت. شايفوا عمل ازاي. وخاصة اداء باروندو. بتس انا اقولها ركال. المنتخب المصري اكبر من باروندو. حضرتك لو جبت اى مدرب وطني وراح البطولة دى. دي هي تصريح مهم. المنتخب المصري اكبر من باروندو. المنتخب المصري اكبر من باروندو. ماشي. مصر هي عملت سيفي بتاع بروندو. مصر هي اللي عملت بروندو. تمام. انا بقول احنا محتاجين مدرب. خد بطولة عالم. خد اولمبياد. خد مدريف الاولمبياد. يكون سوبرستار. مفيش يبقى فيه مدرب وطن. لان منتخب مصر اكبر من بروندو. لان هو خد لعيبة جهزة من منتخب الشباب اللي خدوا تلت عالم. لعيبة جهزة من منتخب الناشئين اللي خدوا اول عالم. دول بصنعها مصرية. بايادي مصرية. باهم مدربين مصريين. ماشي. وفي الاخر وفي اللعيبة محترفة. افضل انجاز بروندو مع المنتخب مصر كان ايه? سبع تايمة. احنا فينا عال سبع تايمة. يعني انا عايز اقول لي حراك حاجة. انت في الاول بتقول لي ايه؟ عايزين تاريخ كرة اليد. طيب انا اقول لك تاريخ كرة اليد. مش بس تاريخ كرة اليد. انا كنت عايز اتكلم على ايه؟ على انا كنت بقول وانا مقتنع بان كرة اليد او تجربة كرة اليد في مصر هي من افضل التجارب في الرياضة في مصر. فانا كنت عايز يعني الفكرة كانت في ايه تحديدا يعني. انا عايز اعمل ايه؟ استنساخ ليه النموذج بتاع كرة اليد. علشان يعني يا رب باقي الاتحادات الاخرى او باقي الرياضات الاخرى تتعدي منها. يا رب. استنساخ مش هايفة. خاني الكلام بصراحة. اقول له حضرك ليه؟ اول حاجة اللي وصلت له كرة اليد ده ده شغل سنيه. اكيد مش في انفراغ اكيد طبعا. انا اقول له حاجة اول حاجة اول دكتور حاسم مصطفى حط البزر الاولانية في الادارة كرة اليد. ماشي؟ وحط مراس وحط تاريخ لما نيجي في اي عصر بنقول له اه ده حصل في الموقف ده في السنة دي كده. تمام؟ دي اول حاجة. حاجة التانية جيه باول تيدمن سنة تسعين واحد تسعين او تسعة وتمانين تسعين. جيه عمل نقلة في كرة اليد. حلو؟ ده عرّب كرة اليد ده في مصر. حلو؟ عمل راجل اشتغل وبتاعه كسبنا بطورة افريقيا. قسمنا الألعب الافريقيا. حلو، جيه المرحوم كابتن ج كبتن جمال شمس خدنا بطولة العالم وابناء كابتن الف فإحنا عندنا تاريخ فإحنا خدنا بطولة عالم شباب أول كابتن جمال شمس راحوك كابتن الفي كابتن الفي موجود ويعني كابتن الفي واحد لما بيشوفه يعني هو زي إيه ابونا الروحي كلنا ايه كابتن الفي. بعد كده فيه تالت عالم شباب كابتن دكتور ساد سليمان. تالت عالم شباب كابتن طرق محروس. تاني اولمبياد كابتن عمر الجيوشي. اول ناشئين كابتن مجد او المجد. يعني كده كان اربع وخمس ميداليات. ده غير بقى ايه خدنا رابع كزا مرة شباب وناشئين. سادس كزا مرة شباب وناشئين. فاحنا ده كله بصنعها مصرية. تمام. المرة الوحيدة اللي جي مدرب في جيل كان جيل موليد اتنين وتمانية. جي مدرب مرة واحدة جي مدرب دنماركي ولا مدرب اجنبي. خده لتناشة ترتاشة. يعني انت شايف ان المدير الفني يكون مصري افضل في كرة اليد المصرية بناء على التاريخ. بتاع الارقام التاريخية. عايزين نجيب مدرب اجنبي. لازم يكون واخد بطولة. واخد يا ام بطولة عالم ياخد الامبياد. عشان ينقلنا النقل دي. انا عايز اقول له حراك حاج. ايه الفرق بيننا وبين اي لعبة تانية. احنا الالعاب التانية تموحها ليه توصل كاس عالم. ده حقيق. احنا دلوقتي تموحنا واللي انا لقيته اللي تموح الشعب المصري والجماهيري العادية اللي هو عايزة ميدالية. طبعا. ما هو ده اللي فرق. احنا لسك تقول في المقدمة ان احنا زعلانين ان احنا طلعنا برا الارباع الكبار. بالزبط. اه ده ده الفشل بتاعنا في كرة اليد. اه ده ده الطموح الفرق اللي بيننا وبين اي لعبة تانية. يعني على سبيل المثال. يعني انا مسلا سين مسلا هو كابتن مجد ابو المجد. احنا ابطال عالم. لعيبة كنا ابطال عالم. احنا لما بيه مسلا بنعد منتخب زي منتخب 2004 لسه اول مرة يتكون و مش عارف ايه. احنا بنقول لهم احنا ابطال عالم. واحنا بنعدكو ازاي تبقوا ابطال عالم. اه احنا بنلعب نفسيا على اللعيب على. مش نفسيا احنا بنقول لواقع. احنا قصدنا بطولة عالم. لا 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 انا مش اصدر. تمام. انت بتحاول تغرز في ان انت بطل عالم مشروع بطل عالم. الزبط كم. بعد 10-15 سنة انت بطل عالم. انت حتير حتي بيكون عندك. لا مش 10-15 سنة انت في ظرف سنتين لازم تبقى بطل عالم. سنتين. انت بتقول الفين وكم؟ الفين واربعة. اه. في سنتين اه. او الفين واثنين او الفين. انت في ظرف سنتين لازم تكون بطل عالم. اه. او على قل المعلق مدالية. اه. ده من اول يوم. واحنا بنشتغل على كده. لان احنا عارفين بره ازاي. وانت ما هو اللي انا عايز اوصله لحضرتك. احنا دلوقتي مدربين. كسبنا بطولة عالم. لما نيجي نمرن فرقة. احنا عارفين الطريق ازاي. فحنعرفهم ازاي. احنا بقى ايه. في المثل في الفريق الاول. احنا عايزين مدرب كسب بطولة عالم. او كسب اولمبياد. عشان ينقلنا النقلة دي. ما هو برندو مش ينقلنا النقلة دي. ام. يعني هو خلاص. هو خلاص. ده اخره. طب احنا احنا على مستوى الشباب والناشئين. اخبارنا ايه. التالت عالم شباب. واول عالم ناشئين. امم. بيوم مدربين مصريين. 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 يعني احنا الجهاز يمكن الوحيد. اللي المدرب المساعد بتاعه اجنابي. طب حاجة بقى كمان تانية. لجنة الفرق الكهومية. لا لا ثانية واحدة. المدرب المساعد بتاعه اجنابي. اه. والصف الاول مصري. مفيش. اه. هو. المدرب المساعد اجنابي. المساعد اجنابي والمدير فاني اجنابي. اه. تمام. مفيش مدرب مصري. يعني مفيش مدرب مصر. أنا عايزة أقول لك حاجة. لجنة الفرقة القومية برئاسة كابتن أيمان صلاح. كل حاجة عايزة تعملت له. طب في معسكر هنا لا. أنا عايزة روح معسكر في فرنسا. أصل فرنسا طب ممكن. تتكلم على طلبات فرندو. طلباته. حاضر. ما ده كويس. لا حتكاج ده كويس. لا. اللي أنا عايزة أوصل له. أنت كلجنة فرقة القومية وكاتحاد. أنت حقتله كل حاجة. عشان تخش مرب ما اعطيكم مدالية. مش عشان تاخد تامي. ممكن ناخد خامس. بقول له حركة. عايزة مدالية. طب أنا عايزة أقول له حركة. أنت خدت خامس. إيه الفرق من خامس وتامي. إيه الفرق من رابع وخامس. إحنا الهدف مدالية. عايزة مدالية. هو ده اللي بقول له حركة. الفرق بيننا وبين أي لعبة تانية. طيب. أنت تحقق لك كل حاجة أنت عايزها. انت عايز معسكر في فرنسا قبلي كساب معاني كان مفروض تروح هنا لا انا عايز فرنسا اوكي عايز اروح بطولة في رومانيا حاضر نفذوله كل حاج عشان ايه في الاخر انا عايز اروح عايزين الهدف الاكبر اللي احنا اخد مدالي ما حصلش طيب احنا كنت بتكلم على في الحلقة عن متوسط اعمار الفريق الحالي وكان طريبا هو متوسط اعمار 21 لوقا وده طبعا متوسط اعمار صغير جدا لو قرناه بفرق مثلا زي السويد زي الدنمارك متوسط اعمار فيهم مثلا احنا نكلم فيه 30 معنى زلك ان الجيل ده لسه مكمل معانا حبه حلوين وكان فيه لازم بعد بتولة الاولمبياد كان لازم يحصل احلال وتجديد في بعض اللعيبة وهو ما عملوه لازم يحصل ودلوقتي لازم يحصل احلال وتجديد في بعض اللعيب اقول لحوراك حاجة الهداف اللي جاي بخمس اهداف الشوت التاني مين اصغر اللعيب في الفرقة موليد الفين حسن اداح عنده امي ما كمشتها 20 سنة عنده 22 سنة ده اصغر واحد اللي بعديه محصر رمضان موليد 98 فاحنا اعمار الفرقة صغيرة ما هي دي هو دي الفرقة اللي جاتله على طبق من فضة مهم يعني وايه 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 لو خلينا شوية نكونوا يعني مهضوعيين احنا لعبنا تريبا كم ماتش في البطولة دي ست ماتشات تريبا احنا لعبنا ثلاثة خمسة ثلاثة وثلاثة سبعة احنا تريبا احنا فيه ثلاثة او اربع ماتشات كان الاداء بتاعنا سوبر جدا فده علشان الاداء بتاعنا كان قوي او قراءة فنية قوية او كويسة او سسنائية لبروندو ولا علشان ضعف من الاخرين مدرب ضعيف امام الفرق القوي موطر من اول سطر مهم 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 كنا بنلعب على مدالية في الاولمبياد بنلعب اسبانيا ماتش مصيري وكنسة برضو عمل ايه بقى الدحكة مش كويس قوي قوي رح لعبه دايرة عكس ايده لعبه في مكان غريب جدا مهم ايوا انت في الماتشات المصيرية انت فين فهو انا انا اهم حاجة ايه انقلنا بقى النقلة دي هو مش هيعرف يعملنا هو مش عارف يعملنا ان هو يجي مثلا حد يقول لي ده ده خد احسن مدارف في اوروبا ومش عارف ايه اه خد احسن مدارف في اوروبا ايه هو كان بمساعد في فريق البنات في نادي فاردار المكدوني المدرب اللي كان مسك الولاد راح باريس سانجرمان المدرب المساعد اللي هو ديفز راح جاي مسك منتخب مصر فالفرقة فادي طلع من المساعد البنات انا شايف اللي هو مدارب محظوظ مسك فرقة فاردار فرقة فاردار دي كان فيه سبونسر بيصرف عليها كان جايب احسن لعيبة في اوروبا كاسب بطولة اوروبا اللي بيكسب بطولة اوروبا هو اللي بياخد اللقب يعني هو معروفة اللي بيكسب بطولة اوروبا هو اللي بياخد اللقب بعدها كان اللي مسك فرقة كيل كان المساعد مدارب بنادي كيل مسك منتخب المانيا فمسك لسه مسك بعدها السنة اللي بعدها كان فرقة كيل جامدة جدا فليب جيجا كسب بطولة أوروبا خاد أحسن مدرب في أوروبا هو اللي بيكسب بياخد لو مثلا هنا في الدوري المصري اللي كسب الدوري المصري هنا ولا هنا ولا في الهندبول هو أحسن مدرب؟ طب ما ممكن اللي كسب تكسب أحسن مدرب مهم يعني نكيب يا هو كان بيلعب على كريدت اللعيبة اللي قبل منه؟ هو واخد فرقة يعني راح هو حظه اللي هي الدنيا في فيديد مسك فرقة أصلا تكسب الواحدية طب الاتحاد جوه يعني بفكر في المنضوع ده ازاي احنا عندنا لقتي أم أفريقيا وعندنا أولمبياد وعندنا كاس عالم في خلال سنتين في عندنا ثلاث بطولات اتحاد بيشايف المنضوع ازاي هل هيستخدم حد تاني هل يعني هيمشي المنضوع ده ازاي؟ اعتقد اللي حنى وقت التغيير ده رأي شخصي ولا رأي الاتحاد ولا ما يدور في الكواليس لا ده رأي العامة في مصر اه العامة لا انا بكلم على الاتحاد رأي الشعب رأي الشارع المصري رأي الشارع الرياضي واكيد رأي الاتحاد الاتحاد ما هو شايف كل حاجة ما هو الاتحاد خلي بارك الاتحاد نكفز له كل حاجة هو عايزه عشان مداليا مش عشان اخد خامس ولا سادس ولا سبع ولا تامن اه يعني انا استيل بقول هو طبعا احنا اجيين احنا طبعا زعلانين احنا ده مش مستوى كاس مش مستوى كرة اليد في مصر ان هو يكون بره الاربع الكبر خاصة انه منتخبات النشئين والشباب بيحققوا مداليات بيحققوا اول وتالت احنا 2001 خدنا ايه اه خدنا ربع عالم تمام مع زران انت بقى عملت ايه ما احنا لينا تاريخ احنا هو اللي انا بقول له حضراتك احنا لينا تاريخ في كرة اليد احنا محتاجين بقى النقلة دي مدارب سوبرستار قد كسب بطولة عالم كسب اولمبياد هو اللي حينقلنا النقلة دي يا اما جهاز وطني جهاز مصري وطني مين ترشحه يكون على رأس الجهاز الوطني ولو مش عايز تجاوب برضو حتجاوب فيه ناس كتير يعني فيه ناس كتير اكيد اكيد اي واحد كسب مداليا في بطولة عالم هو احق يكون موجود في الشباب والنشيين ففيه عشان بس يعني فيه كل اي حد ممكن يمسك انا عايز اقول له احناك حاجة الطبيعي اللي احنا في التمانية صح؟ ده رأي الناس كلها احنا بقى عايزين مداليا المداليا مش هتيجي غير بواحد كسب بطولة عالم اللي هو الصف الاول كم داربيين ماشي انا انا متفق معك بشكل كبير جدا واحنا عايزين يعني ان شاء الله بس يتحقق مداليا وان شاء الله يبقى فيه تعديل لي المسار ده تمام انا يعني متفق معاك بس انا برضو بقول ان تجربة كرة يد في مصر هي تجربة استثنائية وكل اتحاد بيجي يبني وكل مدرب بيجي يبني احنا عندنا سيستم داخلي حتى احنا لما بنبقى معسكرين في اي مكان لينا نظام يعني لينا سيستم معين لينا نظام على الاكل لينا نظام في الموعيد لينا نظام غير اي فرقة تانية احنا عندنا حلقة كلمنا عن كرة يد بس لأسف زميل المخرج بيقول خلاص احنا كده يعني تقريبا وقت السيجمن ده شارف على الانتهاء كابتن محي صلاح مدرب حراس فريق اليد بنادي الاهلي ومتخب مصر مشكرك شكرا جزيلا طبعا الجيل اتزهبي لفريق كرة اليد مشكرك شكرا جزيلا هنروح لفاصل سريع نرجع لكم مع حسام زيد ومحمد مطوع نقاط وعندنا كلام كتير جدا عن كواليس نادي الزمالك اتحاد الكرة دوري مصري وكمان عن الانتقالات اللي احنا بنشوفها بين المدربين ارجوكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة